أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولغلالين أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون عن الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرانا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفاءكم الذين زعنتم أن ننفيكم شرفاء لقد تقطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تسعون إن الله فالق الحب والنوا يخرج الحي من الحي ذلك من الله فأنا تؤفهون فالق من أصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعلناكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي ينشاكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خذرا نخرج منه حبا متراكبا ومن أمن المخل من طلعيا قلوان طلعيا قلوان دانية وجننات وجننات من أعناب والزيتون والرمان والرمان متشابه والرمان مشتبه وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم آيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقهم وخرقوا له بلين وبناتهم بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديل السماوات والأرض أن ما يكون له ولد ولم تكن له صاحبا وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلك الله ربهم لا إله إلا أهو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدرك اللبصار وهو يدرك اللبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربهم من ربهم فمن أبصر فلنفسه ومن عميف عليها وما نعليهم بحفير وكذلك يصرف الآيات وليقولوا درست وليقولوا درست ونبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا علام إلا هو وأعرض عن المشركين ولو أشاء الله ما أشرفوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بركين ولا تسقوا الذين يدعون من دون الله من دون الله فيسقوا الله عدوا بغير علم كذلك سينا لكل أمة عملا ثم إلى ربهم مرجعون فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانين لإن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذبهم في طويانهم يعمرون ولو أننا نسلنا إليه الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل أما قبل أما كانوا ليؤمنون إلا إن يشاء الله ولكن أكثرهم يجعلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضا إلى بعض سخر فالقول غرورا ولو شاء ربك ما فعلون فذرهم وما يفترون ولتصلوا إليه يفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ولي الله وليقترفوا وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي ينزل إليكم الكتابا والصلاة والذين آتيناه الكتاب يعلمون أنه أنه منزل من ربك بالحق بالحق فلا تكونن من المنترين وتمنت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدن لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله إن يتمعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فاكلوا مما ذكر رسم الله عليه إن كنتم بآيات المؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر رسم الله وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضللتم إليه وإن كثيرا ليظلون بيهواء بغير علم إن ربك هو أعلم من معتدين وذلك ظاهر الإثم أباطنة إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما ذلك رسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليرونون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن وطعتوا المهم إنكم لمشركون أغمى كان ميتا فأحييناه واجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك سهين للكافين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميا مجرميا ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا قالوا لن نؤمن حتى نؤتى حتى نؤتى مثل ما أوتي أرسل الله الله أعلم حيث يجعل لسانك سيصيب الذين جرموا صلاة عند الله عند الله وعباه شديد بما كانوا ينكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أيضي لن يجعل صدره صدره غيطا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله لجسع الذين لا يؤمنون وهذا صدر ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم ينذكرون لهم دعوا السلام عند ربهم ومغنيهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا بعضنا ببعض وبلغنا جنة الذي أجلت لنا قال النار مثواك خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضهم بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم ألم يأتكم وثل منكم من منكم يقصون عليكم آياتي وينذرون كل الضاء يؤمنكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وورتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك ألم يكن ربك مهلك القرى بظلم وهمها غافلون ولكل درجات مما عملون وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبهم ويستخلف ويستخلف من بعضهم ما يشاء كما شاءكم كما شاءكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لا تهم وما أنتم بمجزين قل يا قوم أعملوا على على هتانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له أخبتا إنه لا يفلح العالمون غرقوا واجعلوا لله ما دعاء من الح garage والأنعام نصيبا فقالوا ماذا لله بำهر وهذه وما كان لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم سما يحكمون وكذلك سين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله آف عنه فذرهم وما يفترون وطعوا هذه أنعام وحرف حجر لا يطعبها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت غورها وأنعام لا يذكرون سمى الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطول هذه الأنعام هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكون ميتة فهم في شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسروا الذين قتلوه أولادهم سفا بغير علم وحرموا ما وعزقهم الله افتراء على الله قد ظلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشى جمات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفة وكلوه والزيتون والزيتون ورمان متشابه وغير متشابه كلوه من ثمنه إذا اثمروا آتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المصرفين ومن الأنعاب حمولة وفرشا كلوا مما عزقت الله ولا تتبعوا بطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الرأم اغنين ومن المعز اثنين قل آت ذكرين حرما من الأنسين أما اشتملت عليه أرحاب الأنسين نفعوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبعي سنين ومن البقر سنين قل آت ذكرين حرما من الأنسين أما اشتملت عليه أرحاب الأنسين أم كنتم شوداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أعلم من من افترى على الله على الله كذبا ليظل الناس بغير عين إن الله لا يهدي القرن الظالمين قل لا أجد فيما أرحي إليه إليه محرما على طعيم وإن يطعمه إلا أن يكون إلا أن يكون ميتة أو دمى أو دم مسفوحا أو لحم خنزيد فإنه رجس أو فسقا وإلا لغير الله به فمن يضر غير باغ ولا عاد فإن ربك وفور رحيم وعلى الذين أهدوا حرمنا كل ذي غفروا ومن البقر والولم حرمنا وليهم شحومهما إلا ما حملت ضغورهما للحوى أو مختن طبيعهم لانك جزيناهم ببغرهم وإننا لصادقون فإن كن له فقربهم ذو رحمتهم واسعة ولا يرد بأس من قوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك جذب الذين من قبلهم حتى ناقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتفرجوا لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل علوم مشوداكم الذين يشهدون يشهدون أن الله حرم هذا فإذا شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبعوا الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا ادلوا ما حرم ربهم عليكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إلا أقل نحن نرزقكم وإياهم ولا تقرموا الفواعش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا نفسا نتيحا ومن الله إلا بالحق ذلك ورصاكم به لعلكم تعظلون ولا تقرموا بان اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ شدة وأوفوا الكيل والميسان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسرها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا برهد الله يغفوه ذلك ورصاكم به لعلكم تذترون وأن هذا صراطه مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك ورصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا مرسى الكتاب تماما تماما على الذي يحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلم بلقاء ربهم يؤمنون وعادا كتاب أنزلناه باركم فاتبعوا واتقوا واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عند راسدهم لغافنين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بيلة من ربكم وودا ورحمة فمن أعلم من من كذب بآيات الله وصلف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا عن آياتنا سوء والعدام لما كانوا يصدفون هل ينبون إلا تأتي يوم الملائكة إلا تأتي يوم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك فلا ينفع نفسا لا ينفع نفسا الإيمان لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَمِنُوا فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمُرُوا إِلَى اللَّهَ ثُمَّ يُنَبِّيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَوْهُمْ عَشْرُ وَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيَّةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَا وَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ قل إنني أداني ربي إلى صراط مستقيم دينهم قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر دوان أولى المسلمين قل أغير الله يبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسر كل نفس إلا عليها ولا تسروا سوة موزر أفرا ثم إلى ربكم مرجعكم فينبيكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضهم فوق بعضهم درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريم عطاب وإنه لغفور رحيم وإذ قال الله يا عيسى بن مريم وانت قلت للناس اتخذوني وأمي وأمي إلهين منهم دون الله قال سبحانك ما يكون لي أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما موتني به أن يعبدوا الله أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما تعفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جمات تجري من تحتها الأنوار الأنوار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي خلقتهم من طين ثم قضى جلا وأجلهم سما عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنوى مرضين فقد كلبوا بالحق لما جاءهم لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء أنباء ما كانوا بيستهزئون ألم يروا كما لكنا من قبل من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهى وتجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعضهم قرن آخرين ولو نسلنا عليك كتابا في قرطاس في قرطاس فلمسوا بأيديهم فلمسوا بأيديهم لقالا الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا نقضي الأمر ثم لا ننظرون ولو جعلناه ملكا نجعلناه رجلا ولنبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استوزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا من ما كانوا بيستهزئون قل سيروا في الأرض ثم أنظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين قصروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ولو ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أعير الله يتخذ وليا أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني يمت أن أكون أول من أسلم أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني يخاف إن عصيت ربي إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ما يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بغبير فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن ينذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله أن مع الله آلية أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناه الكتاب يعرفونه كما يعرفون بناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسهم رحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ونو ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أعير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني يميت أن أكون أول من أسلم أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني يقاف إن عصيت ربي إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ما يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بغبر فلا كاشف له وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن ينذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله أن مع الله آلية أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناه الكتاب يعرفونه كما يعرفون بناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أغلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول ثم نقول للذين أشركوه أين شركاؤكم الذين كنتم تسعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم على أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون ومن من يستمع إليك واجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا أن يفقهوا وفي آذان وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا ساطير الأولين وهم ينأون عنه وينأون عنه وإن يولكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على الله فقالوا يا ليتنا فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدانهم ما كانوا يخفون من قبل ولو هدوا لعادوا لما نوعا وإنهم لكاذبون وقالوا إني إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبروثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى ربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسروا الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فهرتنا فيها وهم يحملون أمزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يسيرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله ولدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى آتهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبي المرسلين وإن كان كبوا عليك يعراضهم فإن استطعت فإن استطعت تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى والموتى يبعثون الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر ولا أي من الزلاية ولكن أكثرهم ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه بجناحيه إلا أهمهم أمثالهم ما فرطنا في الكتاب من شيء من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كلموا بآياتنا صنف وبكم في الظلمات من يشأ الله يظلم ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم منتاكم عذاب الله عذاب الله أموتكم الساعة غير الله تدعون غير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأس والباء والضراء لعلهم يتغرعون فلولا إن جاءهم بأسنا تغرعوا ولكن قست ولكن قست قلوبهم وزين له الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به ينجينا الذين ينعون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا حتى إذا فرحوا بما أموتوا بما أموتوا وخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقط عذابه القوم الذين ولموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن خد الله سمعكم وأبصاركم سمعكم وأبصاركم وختم علاقوا بكم من إله وعيد الله يأتيكم به انظر كيف انصرفوا الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم منتاكم عذاب الله عذاب الله بغتة أو جرة هل يولك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومودرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كلموا بآياتنا يمسوا العذاب يمسوا العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه قل هل يستمي اللعما والبصير أفلا تتفكرون وأذر به الذين يخوفون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالوداة والعشي والعشي يريدون وجها ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا ببعض ليقولوا أولاء ما إن الله عليهم من بيننا أليس الله يعلم بالشاكرين وإذا جاءت الذين يؤمنون بآياتنا بآياتنا فقل سلام عليكم عليهم كتب عبدهم على نفسهم ورحمة أنه من عمل منكم سوى بجهالة ثم تاب لهم بعدي وأصلح فأنه هو وفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبهن سبيل المجرمين قل إني نريد أن أعبد فالذين تدعون من دون الله قل لا أتبعوا أهواكم قد ضللت إذا ومان من الممتدين قل إني على بينة من ربي وكذلتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفات عريب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البن والبحر وما تسقط من وغطة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض في ظلمات الأرض ولا أغطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتغفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنار بالنار ثم يبعثكم فيه ليقضى جلوسا ما ثم إليه موجعكم فينبئكم ثم إليه موجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفتوا رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاه الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات من ظلمات البر والبحر تدعونه تغرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل قرب ثم أنتم تشركون قلوا القادر على أن يبعث عليكم عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويديق ويديق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقرون وكلب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبي مستطرهم وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخيطون في آياتنا في آياتنا فاعرر عنهم حتى حتى يخوضوا في حديث غيره وإن الله ينس أنك الشيطان فلا تقود بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حساب من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذيء الذين اتخذوا دينهم لعبا ولوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليسنا من دون الله وري ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخر منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شرهم من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أند من دون الله ما لا ينفعنا ولا يذرنا ولا يذرنا ونرد ولا أطابنا بعد إن أدان الله بعد إن أدان الله كلمة استهدوا الشياطين في الأرض حيران له أصحابه يدونه إلى الهدى اتنا قل إنه دى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين وأن قيموا الصلاة والتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفع في الصور عالم الويب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم ليبيه أنسر أتتخذ وصناما آلية إني يراك وقومك في غنال مبين وكذلك نريه إبراهيم ملكت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جم عليه الليل رأى كوكبا قال آذا ربي فلما فلقال لا أحب الله فيه فلما فلقال لا إن لم يهدني ربي قال لا إن لم يهدني ربي لا كون من القوم الظاهين فلما رأى الشمس بازودا قال هذا قال آذا ربي هذا أكبر فلما فلقال قال يا قوم إني قال يا قوم إني بريم مما تشركون إني وجهت وجي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا والأرض حنيفا ومان من المشركين وحاجه قوم قال أتآجوني في الله وقد عدان وما أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشرطتم ولا تخافون أنكم أشرطتم بالله ما لم يدزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين حق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم إيمانهم بغلم أولئك لهم وهم مبتدون وتلك هجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نوفى درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وعبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته ومن ذريته داود وسليمان داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهامون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسى ويونس وثوطى وكلا فرنا على العالمين ومن آبائهم وأزواجهم ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم واجتبيناهم وعديناهم إلى صراط مستقيم ذلك أود الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك أولئك الذي ناتيناهم الكتاب والحكم والحكم والنبوة فإن يكفر بها أولئك فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك أولئك الذي ناد الله فبهداه مقدره قل لا أسألكم عليه أجرا إنه إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا من أنزل الله على بشري من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جام موسى نورا نورا وعودا للناس تجعلونه قراطيس قراطيس تبدونها وتفهون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا باءكم قل الله ثم ذروا في خوضهم يلعبون وعادا كتاب أنزلناه أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذرهم القرى من حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاة يحافظون فمن أعلم من افترى على الله على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحي إليه ولم يوحي إليه شيء ومن قال ومن قال سنزل مثل ما أنزل الله ولم ترى إضوانيون في غمرات الموت والملائكة تباسط في أيديهم أخرجوا ونفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون عن الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرانا كما خلقناكم كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفاء الذين زعمتم زعمتم أنهم فيكم شرفاء لقد تقطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تسعون